أحمد شوقي أمير الشعراء أيقونة ورمز أدبي ملأ الدنيا وشغل الناس بشعري وأشجى القلوب بأبياته هو من موليد القاهرة السادس عشر من أكتوبر عام الف وثمانمائة وسبعين جدته لأمه كانت تعمل وصيفة في قصر الخديو إسماعيل هي من تكفلت بتربيته حيث نشأ معها في القصر وفي الرابعة من عمره التحق بالقتاب فحفظ قدرا من القرآن وتعلم مبادئ القراءة والكتابة ثم التحق بمدرسة المبتديان الابتدائية وكان تلميزا نابغا فكوفئ بأعفاء من مصروفات المدرسة وفي الخامسة عشر من عمره التحق بمدرسة الحقوق الشعر بدأ يجري على لسانه منذ صغره ومع مطلع شبابه بدأت موهبته الشعرية تلفت الأنظار وتشد الانتباه أكثر إلى أن صار أشهر رمز أدبي في عصره وفي عام 1927 تمت مبايعته أميرا للشعراء من قبل شعراء العرب وكوكبا من قبار الشعراء في ذلك العصر تزوج وأنجب ولدين وبنت وعلى الرغم من أن له أبناء ذكور إلا أنهم يظهروا بلباس وحلي الإناث وشعرهم طويل جدا في مجموعة من الصور الفوتوغرافية لأسرة توجد بمتحفه حاليا ويرجع سبب ذلك لأصول أم شوقي التركية حيث كان الأطراب في ذلك الوقت من عاداتهم إخفاء الأطفال الذكور خوفا من الحسد حياته كانت مليئة بالغرائب ومنها نبوءة موته فعند وفاة الشيخ محمد عبد وقف على قبره سبعة من الشعراء يلقون قصائدهم وكان أولهم حفني ناصف وأوسطهم حافظ إبراهيم وآخرهم شوقي وتنبأ أحد الأدباء بأن هؤلاء الشعراء سيموتون بحسب ترتيبهم إلقاء القصائد على قبر الشيخ محمد عبد فمات حفني ناصف وأعقبه حافظ إبراهيم ففازع شوقي وعيقا أن أجله اقترب وفق هذه النبوءة فحزناوى صافر إلى الأسكندرية ثم عاد بعد فترة للقاهرة وفي مثل هذا اليوم الرابع عشر من أكتوبر عام 1932 رحل أحمد شوقي تاركا إرث شعري كبير ومكانة تاريخية وخصة بين الشعراء على مر الأجيال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا